اشتركوا في القناة الجزء الذي يقرأ في صلوات الإكليل اللي دايما بيبدأ كده بوسية الخضوع للمرأيات النساء النساء اخدعونا للرجال كنا كمان للرب لكن الحقيقة قبل الآية دي هي دي آية دي آية رقم 22 الآية اللي قبلها على طول معلم نابلوس رسول بيدي نصيحة عامة وارى انها اكثر ما طليق طليق بالأسر والعلاقة بين الزوجين يقول فيها خاضيين بعدكم لبعض خاضيين بعدكم لبعض ومعلم نابلوس رسول كمان في رسالته الاولى ساحة خمسة برضو يقول كده كونوا خاضيين جميعا او كونوا جميعا خاضيين بعدكم لبعض نفس الروح القدس اللي حطت هذه العبارة على لسان بولس رسول حطها على بطرس رسول وكأنه اشارة الى ان هذه الرسالة ما يعني تخص كل المؤمنين في كل مكان حتى لو قلنا من ناحية ان بولس رسول كان رسول الأمم بطرس رسول كان رسول الابرانين او اليهود لكن هنا بنجد تعليم شامل لكل ايه مفهوم الخضوع مفهوم الخضوع في كتاب مقدس هو ان كل انسان ممكن يجي في وقت ينكر ذاته ويخضع لرأي الاخر او يطيع الاخر او يمشي حسب فكر الاخر ولما بيقول خاضعين بعضاكم لبعضا هنا ما حدتش ان الرجل للمرأة ولا المرأة للرجل وعشان كده احنا بناخد هذا التتل هذا العنوان لحياتنا في الاسرة ان كل اسرة محتاجة ان الزوجين في وقت كل واحد ينهم يقبل رأي الاخر ويخضع له يدي له القيادة الخضوع هو ان بيعطي القيادة للطرف الاخر ويخضع له ويمكن يليق بالمرأة بالزوج اكتر هذه الفضيلة لان كتاب مقدس يقول كده كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء للرجال وهنا في كل شيء مع اعتبار الاية الاولى خاضعين بعضاكم لبعض السيد المسيح نفسه ادانا مثل هو نفسه قال كده اني احب الاب وكما اوصاني ابي هكذا افعل فالسيد المسيح ادانا مثل في خضوع الابن لمشيئة الله الاب ومرة في جهاز سماني قال له انشأت ان تعبر عنه هذي الكاس ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك هنا كيف يستطيع الانسان ان يخدى ذاته لارادة الاخر في الاسرة نحن نتكلم عن الاسرة الخضوع يا حباي لما نخدم من مفهوم كتاب مقدس يمثل قمة الحب ازاي الانسان اللي بيحب الاخر جدا بيفضله على نفسه فبيقب الرأيوه اننا بنتكلم على الامور اللي فيها اراءة متعددة في الحياة في التعامل مع المجتمع التعامل مع مديات الاسرة التعامل مع الاولاد التعامل مع الشغل بتاعنا التعاون مع ظروف حياتنا كلها بيبقى فيها اراءة مختلفة واحيانا للأسف هذه الاختلافات في الاراءة بتعمل مشاكل كبيرة جدا جدا في الاسرة وللأسف البعض احيانا يعني يفكر في البعد عن الطرف الاخر نتيجة الخلاف في الرأي ونتيجة الخلافات وعدم التوافق في الرأي لكن اذا وضعنا امامنا هذه الوصية وهذه الفضيلة بنعمة ربنا نستطيع ان نجوز متاعب كثيرة وخلافات كثيرة وانشققات كثيرة في الاسرة الخضوع هو قمة الحب الخضوع هو انكار الزات الخضوع هو تنفيذ الوصية اكتب مقدس المحبة لا تطلب من المسهل هو ده مفهوم الخضوع ليس ضعف ولكن بقدر ما الانسان نفسيته وقلبه وفكره يكون قوي يستطيع ان ينكر ذاته ويقبل مشيئة الاخر وارادة الاخر ورأي الاخر من اجل المحبة ومن اجل الوحدانية ومن اجل سلام الى علاقة بينهم كلمة حاضر اللي احيانا دلوقتي بنجدها بنجدها في بيوتنا كلمة حاضر يا ما انقذت بيوت كثيرة ويا ما انقذت علاقات كثيرة كان ممكن تفشل له لان الطرف من الطرفين استطيع ان ينكر ذاته والحاضر لارادة الاخر ويقبل ارادة الاخر كلمة لا احيانا بتثير نوع من الالم عند الطرفين الخضوع مطلوب من كل الرجال والنساء والاطفال احيانا الاباء دلوقتي في عصرين احيانا الاباء بيخضعوا لارادة اولادهم وخاصة ان يكونوا اولادهم نكحين في حياتهم ويقبلوا رأيهم ويقبلوا تفكيرهم ويقبلوا مشورتهم ايضا في حياتهم فيستفيدوا خاصة اذا كان الابناء دول مبنيين بنيان روحي صحيح من الجميل ان احيانا الزوج يقول لمراته حاضر والزوجة كثيرا ما تقول لزوجها حاضر فتصير الحياة فيها وحدة في الفكر لا يقلل من شأن الانسان انه يخضع للاخر بل بالعكس الانسان اللي بيطرق ارادته بيرتفع في القيمة لانه بيرتفع فوق الخلافات واحنا بنتعلم في الكنيسة بنتعلم في مدرس الاحد ومتعلم في الاجتماعات الشباب بنتعلم في الاعتراف اننا نخضع لارادة اب الاعتراف وياريت الاسرة المسيحية كون ليهم هما الاتنين الطرفين لهم اب اعتراف واحد وهم الاتنين يخضعونه منحق كل واحد فيهم يقول رأيه كل واحد يعرض وجد نظره لكن في الاخر يسمعوا صوت المشهورة الروحية والعبوة الروحية في سر الاعتراف ومن العذرة كانت بتخضع يوسف النجار سيد المسيح كان بيخضع لله الآب لا نفرح بأن كل لازم يخضع لنا لكن أنا لازم أتغلب على نفسي وعلى أنانيتي وعلى كبريائي وعلى ذاتي بأني أحيانا أخضع لإرادة الآخر والمشهورة الآخر ورغبة الآخر معلمنا بطر صلى الله عليه وسلم يقول كده يوصي المرأة المسيحية كذلك يوتها النساء كنا خاضعات لرجال كنا حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة ملاحظين سيرة كنا الطهرة بخوف وهنا في كنيسة الليلة كان أحيانا بيبطي في طرف غير مؤمن بيوصي المرأة المسيحية أنها بخضوعها وبقبلها إرادة الطرف الآخر كانت أحيانا بتكسب الطرف غير المؤمن للإيمان وهكذا تصير الإرادة المقدسة نعيش بروح الخضوع نعيش بروح البزل بإنكار الزاد في الأسرة فتصير الأسرة حسب قلب الرب والإله من المجد دائما أبديا أمين اشتركوا في القناة